الجغرافية المهدوية العراق الرايات المشتبه التي لا يدرى أي من أي القادة الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحت عنوان الفقهاء فقهاء الشيعة مجموعات تقدم الحديث عنها مجموعة مرضية من الفقهاء الشيعة وهم قلة قليلة كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذلك لا يكون إلا بعض إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ومجموعة ثانية غطست في الذي غطس فيه علماء الضلالة من أعداء أهل البيت والمجموعة الأخطر هي المجموعة التي يتبعها شيعة كثير كما يبدو من الرواية وهؤلاء هم الذين تعلموا بعض علوم الأئمة كما تقول الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب كما تقول كلمات الصادق المطهر التي نحن براء منها من هذه الأكاذيب أكاذيب يؤتى بها من الفكر المخالف وأكاذيب يؤتى بها من جهل هؤلاء الفقهاء إذ لا يحيطون بما جاء عن أهل بيت العصمة فهم لم يتعلموا إلا بعض شيء من علومنا الصحيحة بأي قصد كان فأحاديث أهل البيت تطرح جانبا تحت أي عنوان ولا يتعلم إلا الجزء اليسير من حديث أهل البيت وتبقى مساحة واسعة فارغة فلا بد أن تملأ بأي شيء بالفكر المخالف لأهل البيت وباستنتاجات خرقاء من نفس هؤلاء الفقهاء الذين هم ألعن من الشمر وحرملة كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه فهم ضالون ومضلون يضلون شيعة أهل البيت الذين سيتبعونهم ويبقون على ضلالتهم ويموت هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم من شيعة أهل البيت يموتون على الضلالة ويحشرون على ضلالتهم كما تقول الرواية لأن الذي ينجو هم قلة قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من هؤلاء بعض من هؤلاء لا يريد لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه الله سبحانه وتعالى لم يتركه إمام زماننا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الفقيه الماكر مرجع بنظر الناس فقيه بنظر الناس الماكر الكافر الذي هو ألعن من الشمر وحرمل كما تقول كلماته صادق العترة الأطهر وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب مرت علينا الرواية ووقفت في الحلقة الماضية عند قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن هذا الشيعي الذي سيوفق للنجاة بتوفيق من إمام زمانه لأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ووصل الكلام إلى تعظيم الولي وعطفت الحديث على دعاء الندبة الشريف وفي دعاء الندبة الشريف هناك تمييز واضح بين مجموعتين ونحن نخاطب ونناجي إمام زماننا أين معز الأولياء ومذل الأعداء هناك مجموعة الأولياء ومجموعة الأعداء ومن نفس الدعاء الشريف الدعاء يبين لنا من هم الأولياء بعد بعد هذه الفقرة أين معز الأولياء ومذل الأعداء بكلمات قليلة يأتي البيان أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذن الأولياء هم هؤلاء الذين يتوجهون إلى وجه الله كيف يتوجهون إلى وجه الله من دون معرفة لا بد من معرفة تقودهم لا بد من عقيدة واضحة في قلوبهم وفي صدورهم هي التي تجعلهم يتجهون إلى هذا الوجه الأعظم إلى هذا الوجه الأكرم فأنا أسأل نفسي وأسألكم أيضا هل نحن فعلا ممن يتوجهون إلى وجه الله هل نحن فعلا ممن نعتقد عقيدة صافية واضحة من أن الحجة بن الحسن هو وجه الله وندرك هذا المعنى بحسب قدراتنا الإدراكية الإدراك على وجه الحقيقة هذا أمر مستحيل بالنسبة لنا لكننا نمتلك قصطا من القدرة الإدراكية فهل استثمرنا هذا القصط من القدرة الإدراكية بشكل سليم في إدراك معرفة إمام زماننا هل استعملنا وقتنا وهل استعملنا قدرتنا الإدراكية للبحث عن معرفة إمام زماننا قراءة مطالعة استماع دراسة هل بحثنا عن جهة نتعلم منها ونتعلم بين يديها معرفة إمام زماننا إن كان ذلك في كتاب أو درس أو حديث أو برنامج أو قل ما شئت هل وجدنا هذا الأمر يضغط علينا ضغطا شديدا يدفعنا للبحث عن معرفة إمام زماننا كما تضغط علينا سائر متطلبات حياتنا هناك أشياء كثيرة في حياتنا تضغط علينا وبسبب هذا الضغط نحن نتحرك بالاتجاه الذي يدفعنا ذلك الضغط أليس الجوع يدفعنا إلى الطعام أليس كل حاجة في حياتنا على المستوى الشخصي داخل غرف نومنا في بيوتنا التي نسكنها في محل عملنا في صفحات الحياة المختلفة هناك الكثير من عوامل الضغط التي تضغط علينا ونتحرك مضطرين باتجاه الجهة التي يوجهنا ذلك الضغط لكن هل وجدنا في داخلنا ضغطا يضغط علينا يوجهنا إلى طلب معرفة معرفة إمام زماننا إن لم نكن كذلك فما نحن داخلون في هذه المجموعة نحن نضحك على أنفسنا حين نقرأ هذا الدعاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء ولا نجد من معرفة أهل البيت ومن دين أهل البيت من علم إلا أننا نعرف أن هذا حرام وهذا حلال ونعرف شيئا من معلومات هي في الحقيقة ليست صحيحة تسمع من ألسنة خطباء المنبر الذي تكثر فيه الجهالات وحين أتحدث عن الجهالات مراد الأحاديث التي يؤتى بها من كتب أعداء أهل البيت لا صلة لها بفكر أهل البيت وبحديث أهل البيت أو من الجهالات التي تحثوها برامج الفضائيات الشيعية التي يؤتى بها من كتب المخالفين ولكنها أدخلت في قالب شيعي فصبغت بصبغة شيعية كاذبة لأن ما وراء هذه الصبغة هو فكر مخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين 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 نحن أين نحن من هذه الحقيقة حين نخاطب إمام زماننا أين معز الأولياء ومذل الأعداء في أي مجموعة نحن إن كنا في مجموعة الأولياء فهل ينطبق علينا تعريف الأولياء في نفس الدعاء الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هل نحن من الذين ينطبق عليهم هذا التعريف لا أعتقد ذلك لأن هذا التعريف يتحدث عن منزلة في غاية الرقي يتحدث عن عقيدة في غاية العمق لا بهذا المعنى اللغوي السادج إنه يتحدث عن حقيقة لا بد أن ترى قبل الأشياء وبعد الأشياء ومع الأشياء فذلك هو وجه الله وجه الله قبل الأشياء وبعد الأشياء ومع الأشياء وجه الله الحقيقة التي لا نستطيع أن نفر منها إذا أردنا أن نفر منها فإننا نفر إليها ففروا إلى الله الفرار الفرار إلى الله هو المعنى الذي أشار إليه دعاء الندب الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ما نكون عليه في زمان الغيبة هو الذي سيحدد موقفنا في عصر الظهور الشريف أين وضعنا أقدامنا مع أي راية من هذه الرايات بغض النظر أن الرواية التي بدأت بها حديثي في الحلقات السابقة بغض النظر أن هذه الرواية تنطبق على هذه الأيام أو ربما ستنطبق وتتحقق في أيام قادمة لكن هذه الرواية في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه وهي تتحدث عن مجموعات من الفقهاء والفقهاء قادة ورايات مع أي مجموعة نحن خلف أي فقيه نحن إذا كان الواقع الشيعي لفقهاء الشيعة يمكن أن يكون بهذا الوصف بحيث أن مجموعة كبيرة من فقهاء الشيعة ومن مراجع التقليد بغض النظر هل لهم مصاديق في وقتنا الحاضر أم لم يكن لكن الإحتمال قائم الإمام يتحدث عن قلة من فقهاء الشيعة مرضية عنده صلوات الله عليه وعن أكثرية ضالة مضلة هي أضر على الشيعة من الشمر وعمر بن سعد وحرملة وشبث بن ربعي وأضراب هؤلاء هكذا قال أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هكذا هي كلمات صادق العترة الناجي الذي ينجو هو هذا الذي لا يريد من عامة الشيعة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإن الله سيقيض له فقيها مؤمنا من المجموعة المرضية المجموعة المرضية التي مر وصفها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أقفوا بعض الشيء في مواصفات هذه المجموعة المرضية من فقهاء الشيعة الذين هم قليلون فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه نحن ماذا قرأنا في وصف الشيعي الذي سينجو إنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا الذي يبحث عن صيانة دينه هو هذا الذي سيقيض الله له فقيها صائنا لنفسه الشيعي يبحث عن صيانة دين والفقيه لابد أن يكون متلبسا بهذا الوصف صائنا لنفسه صيانة النفس ما المراد من هذا الوصف فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه كيف يستطيع أن يصون نفسه نحن نتحدث عن فقيه المراد من الفقيه أنه يمتلك فقها والمراد من الفقه معرفة الإمام ليست الأحكام الأحكام تأتي في الحاشية والرواية هذه لا تتحدث عن الأحكام فقط الرواية هنا تتحدث عن العقيدة أولا خصوصا وأن الرواية تقارن بين أحبار اليهود الذين منعوا عامة اليهود من اتباع نبينا صلى الله عليه وآله واتباع نبينا واعتقاد ديننا ليس من تفريعات الأحكام إنها العقيدة في أصلها فالرواية فالرواية عقدت مقارنة بين أحبار اليهود الذين ضللوا عامة اليهود وبين فقهاء الشيعة الذين ضلل الكثير منهم شيعة أهل البهد الرواية أصلها هكذا الرواية طويلة ومفصلة فجعلت مقارنة بين أحبار اليهود وما قاموا به من منع اليهود من الاعتقاد بنبينا صلى الله عليه وآله وكذلك هناك مجموعة وكبيرة من فقهاء الشيعة يمنعون الشيعة من أي شيء كما تقول الرواية فيضلونهم ويمنعونهم عن أي شيء عن قصد الحق المصيب والحق هو معرفة إمام زماننا حين يشغل الشيعة بشيء بعيد عن معرفة إمام زماننا حين يشغل الشيعة بأشياء تعرفونها موجودة في الواقع افتحوا الفضائيات وستجدونها ستجدونها في العديد من الفضائيات مكتوبة على الشريط اذهبوا إلى المجالس وتسمعون الكثير من هذه الأحاديث على المنابر التي لا صلة لها بمعارف أهل البيت يمكن أن تسمعوا كل شيء لكنكم لن تسمعوا حقائق معارف أهل البيت ستسمعون كل شيء ستسمعون حديث السياسة ستسمعون النكات المضحكة ستسمعون حكايات حكايات الصلاطين وخلفاء الجور ستسمعون تفسير القرآن وفقا للمنهج المعادي والكافر بأهل البيت ستسمعون تمجيدا للمراجع والعلماء ستسمعون وتسمعون لكن ما جاء عن أهل البيت في معارفهم وفي مقاماتهم وحقائقهم وزياراتهم وأدعيتهم لن تسمعوا من ذلك شيئا إنما تسمعون شيئا من بعيد خلطة تخلط وخبطة تخبط ويقال عن ذلك إنه عقيدة أهل البيت وفكر أهل البيت هذه هي الحقيقة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه التصور هنا تصور لإنسان فقيه وما الفقه إلا معرفة أهل البيت إلا معرفة حقائق الكتاب والعترة ليس الفقه هو أنك تعرف أحكام الحلال والحرام معرفة أحكام الحلال والحرام لا قيمة لها بجنب معرفة حقيقة أهل البيت معرفة الأحكام هي قضية ثانوية لكنها تحولت إلى أن الدين هو معرفة الأحكام ووالله في ثقافة أهل البيت وفي ثقافة الكتاب والعترة المعرفة شيء آخر ومن أراد أن يراجع أي كتاب من كتب الحديث التي جمعت حديث أهل بيت العصمة سيرى ذلك واضحاً جلياً نهاراً جهاراً فهذا الفقيه أول صفة من صفاته صائن لنفسه عن أي شيء يصون نفسه حين تسأل الجهات التي أنت تسألها سيحدثونك أن المراد من صيانة النفس أن الإنسان يهذب نفسه تهذيب النفس هو في الحاشية صيانة النفس أن يصون نفسه عن أي شيء أن يصون نفسه عن الفكر المخالف المخالف لأهل البيت هذه هي الصيانة مر في الشيع أنه لا يريد إلا صيانة دينه عن أي شيء يصون دينه عن الترهات والأكاذيب التي غطس فيها أولئك الفقهاء الذين مر ذكرهم لأنه لو كان من المجموع الشيعي العام فإنه غاطس في تلك الأكاذيب كما مرت الرواية ولكن هناك من نجى وهو الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كيف يصون هذا الشيعي دينه يصون هذا الشيعي دينه بالابتعاد عن هذا الفكر المخالف الذي جاء به الكثير من فقهاء الشيعة بحسب هذه الرواية هذا الكلام ما هو تحليل سياسي هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أما هذه الفكرة الشائعة أن كل من يسمى بالفقيه في الوسط الشيعي هو صالح هذا كلام ليس منطقيا أليس الفقهاء يصفون أنفسهم بأنهم رواة الحديث في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم أليس فقهاء الشيعة الآن الفقهاء الرسميون يصفون أنفسهم بأنهم رواة الحديث لماذا رواة الحديث الحقيقيين يمزقهم فقهاء الشيعة وعلماء الرجال الشيعة تمزيقا فلا يبقى منهم إلا القليل لماذا إذن رواة الحديث في زمان الغيبة الكبرى لابد أن يكون صالحين بأجمعهم لماذا لماذا رواة الحديث الذين عاصروا الأئمة يمزقهم مراجعنا وفقهاءنا بينما يراد منا أن نحكم بصلاح الجميع في زمان الغيبة الكبرى لماذا هل هناك سك نزل بأسمائهم هل هناك ضمان من أحد إذا كان الجميع إذا كان الجميع صالحين إذن لا بد أن يكون رواة الحديث في زمان الأئمة أيضا سيكون الجميع صالحين لماذا أولئك الصالحون فيهم قليل بحسب قواعد علم الرجال الناصبي الذي جاء به علماؤنا من النواصب فمزقوا أحاديث أهل البيت ومزقوا رواة حديث أهل البيت لماذا أولئك يضعفون ويراد منا أن نحكم بصلاح الجميع الذين جاءوا فيه في عصر الغيبة الكبرى لماذا وفقا لأي منطق على أي أساس فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه صيانة النفس هنا صيانتها عن الفكر المخالف لماذا لأن الفقهاء ما هو وصفهم كيف يصف أئمتنا الفقهاء الفقهاء أبناء هكذا يقولون الفقهاء يحملون أمانة وهذه الأمانة إن لم تحمل في النفس فأين تحمل صفة الأمانة لا بد أن تتجلى في الجانب النفسي للفقه نحن نقرأ في الكاف الشريف ماذا نقرأ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال العلماء أمناء العلماء أمناء وهناك وصف صريح جدا أيضا في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل الرواية السابقة قالت العلماء أن يكونوا في غاية الأمانة في نقلهم للعلم في التعامل مع العلم ما يسمى الآن بالأمانة العلمية على الأقل أدنى مراتب الأمانة التي أشير إليها في حديث الإمام الصادق العلماء أمناء لكن هذا الحديث عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم هذا كان في الأزمنة القديمة في الأزمنة القديمة كان الفقيه يتابع السلطان كي ينال شيئا من الدنيا في زماننا هذا أصبح الفقهاء هم الذين يحكمون على الصلاة أصبح الفقهاء لهم الزعامة الدينية والزعامة الدينية زعامة كبيرة أصبح الفقهاء تجبى لهم الأموال من كل حدب وصوب أصبح الفقهاء لهم من الشهرة ومن السلطة ما لا يمتلكها السلاطين وهناك من الفقهاء من هو في مقام السلطنة أيضا يعني القضية ستكون أقوى وأقوى وأخطر الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان لأي شيء لأجل المال لأجل الشهرة لأجل المطامع الفقهاء عبر الزمن في القرون المتأخرة أصبحوا هم السلاطين لهم السلطة الدينية وفي أحيان كثيرة أيضا لهم السلطة الدنيوية قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ما المراد من الصيانة هنا الأمانة أن يكون أمينا الفقهاء أمناء الرسل ما هي الأمانة التي يحملها الفقهاء عن الرسل الفقهاء أمناء الرسل أي أن الرسل حملوا الفقهاء أمانة هذه الأمانة عائدة للرسل ما هي هذه الأمانة الأمانة علمهم عقيدتهم فكرهم كتابهم حديثهم فقهاء الشيعة أمناء صاحب الأمر على أي شيء أمناء صاحب الأمر على قرآنه هل فسروا القرآن بحديث أهل البيت بمنهج أهل البيت أم فسروا القرآن بمنهج سيد قطب بمنهج الطبري بأي منهج فسروا وصية إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه الوصية الأخيرة التي خرجت من الطامورة وبعدها الإمام استشهد وصية إمامنا باب الحوائج لعلي ابن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم وهو في السجن هذه تسمية معروفة بين رواة الحديث يسمون الإمام الكاظم بأب الحسن الأول ويسمون الإمام الرضا بأب الحسن الثاني ويسمون الإمام الهادي بأب الحسن الثالث تسمية متداولة بين رواة الحديث كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي المراد علي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شعتنا معالم المعالم جمع معلم والمراد من معالم الدين هي حقائق المعرفة معالم الدين هي العقيدة في كل أبعادها وفي حاشية العقيدة تأتي الأحكام والتكاليف وإلا إذا جاء الإنسان بكل الأحكام والتكاليف من دون العقيدة الصحيحة الكاملة فلا ذلك يعد من الدين ولا يقال لذلك الشخص بأنه رجل متدين لو التزم إنسان بكل التعاليم الأخلاقية وبكل العبادات وبكل التكاليف الشرعية من دون أن يتوجه إلى الوجه الذي يراد من الإنسان المؤمن أن يتوجه إليه لا يعد ذلك شيئا من الإيمان معالم الدين هي حدود الدين وحدود الدين هي عقيدته وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم هذه أي مجموعة؟ مجموعة في مواجهة الفقهاء الذين هم أمناء الرسل هذه مجموعة الفقهاء الذين هم أمناء إبليس هؤلاء الذين هم أضر على شيعة أهل البيت من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين بن علي وأصحابه فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله التحريف ليس بالضرورة أن يكون تحريفا في الألفاظ ولكن حين نحرف معاني القرآن فنطرح أحاديث أهل البيت جانبا ونذهب إلى منهج المخالفين في تفسير القرآن ونفسر القرآن كما يفسره المخالفون فحين نرجع إلى تفاسيرنا الشيعية نجد التفاسير التي كتبها مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا ومفسرون أبعد ما تكون عن حديث أهل البيت في تفسير القرآن وأقرب ما تكون إلى تفاسير أعداء أهل البيت هذه حقيقة المنابر الحسينية مشحونة بمثل هذا الحديث كبار خطباء الشيعة مجالسهم مشحونة بتفسير القرآن أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وأقرب ما يكون إن لم يكن بالنص وبالتمام والكمال قد أخذ من أعداء أهل البيت وهذه القضية ليست استثنائية هذا هو الخط العام في مجالس كبار خطباء الشيعة وفي دروس القرآن إذا كان هناك من دروس للقرآن في حوزاتنا العلمية وفي برامج ومجالس التفسير في فضائياتنا أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وهذا كلامي يمكنكم أن تتأكدوا من أن ترجعوا إلى أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن وإلى ما تسمعونه في الفضائيات وعلى المنابر الحسينية وما تقرؤونه في كتب التفسير فستجدون هذا الكلام الذي أتفوه به حقيقة واضحة جلية كاملة بينه أن ما عندنا من تفسير على مستوى البرامج التلفزيونية على مستوى المجالس الحسينية على مستوى الدروس الحوزوية على مستوى كتب التفسير أبعد ما يكون عن حديث أهل البيت وأقرب ما يكون إلى أعداء أهل البيت ينطبق هذا الحديث على هذا المضمون أو لا ينطبق الأمر راجع إليكم أليس تابه خيانة خيانة واضح لا تأخذنا معالم دينك عن غير شعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم مؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنة لعنة الإمام الكاظم وهو في طامورة سجنه ولعنة ولعنة شيعة إلى يوم القيامة